اشتركوا في القناة وخميس الثقافي في مجلس هيئة علماء المسلمين في العراق والتي نستمع فيه إلى محاضرة بعنوان الشخصية اليهودية في القرآن الكريم يقدمها الدكتور نذير الصالح الباحث في الدراسات الشرعية فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبي وقائدي وقدوتي أبي القاسم محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب الشح لي صدري ويسر لأمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا الله اجعل اجتماعنا مرحومة وتفرقنا من بعده معصومة ولا تجعل بيننا شقيا أو مطرودا أو محرومة علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا علما وفقها وفهما وتقى وعملا متقبلا بمنك وجودك وفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم آمين اللهم يا الله في ليلة الجمعة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا المجلس العظيم المبارك الذي تحفه الملائكة يا رب إنا نسألك لأهلنا في غزة فرجا قريبا اللهم يا الله احفظ غزة أرضها وسماءها أنفاقها وأسلحتها ومجاهديها اللهم يا الله احفظ كل شيء فيها اللهم إن استودعناك إياها فانصرها نصرا عزيزا مؤزرا يا الله ولا ترنا فيها بأسا يا رب أعتذر أن أتحدث بين يدي مشايخي وأساتذتي والأمر للمداولة وللحديث فجزاكم الله خيرا أن تستمعوا لأخيكم الصغير الحقيقة الكلام الذي بين أيدينا والفكرة التي ظهرت هي فكرة قراءة القرآن الكريم بمنظور الواقع إننا بحاجة اليوم إلى تدارس قرآن الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي لا بد أن نقرأ بها القرآن اعتاد الناس أن يقرؤوه بالألسنة واحتجنا في هذا الوقت العصيب من أوقات هذه الأمة المكروبة أن نقرأه بالقلوب والعقول حتى نقف على بعض الشواهد والمشاهد في هذا القرآن العظيم فتساعدنا على الوصول إلى خارطة طريق تخرجنا من الضنك الذي تعيشه الأمة اليوم إذ إن هذه الأمة قد ضربت عن قوس واحدة والكل يسارع في ضربها وفي توجيه الضربات القاسية لها ضربة تلو ضربة الفكرة من دراسة الشخصية اليهودية اليوم وسآتي على هذا الكلام بعد قليل أن ندرس أطول حالة عدائية في التاريخ الصراع الإسلامي اليهود هو أكبر صراع وأطول صراع وهو الصراع الممتد من لحظات بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى متى إلى قيام الساعة وما ظهور ذلك الكيان الغاصب في بلادنا اليوم إلا إخراج لهذا الكيان من أرض أوروبا ودفع لهذا الكيان أين؟ في بلادنا حتى يعني كما يقولون ترحيل الأزمة من أوروبا إلى بلادنا نحن حتى ابتلي أهل الإيمان والإسلام في بلادنا في بلاد الشام بهذا العدو الغادر الغاصب والذي أهم أفكاره التوسع وإن كان اليوم أهل فلسطين يعيشون حالة من ضنك العيش من جراء هذا العدو إلا أنهم يسدون مسداً عن كل العالم العربي والإسلامي ووالله لو سقطت لا سمح الله غزة سنرى هذا العدو في الأردن ونراه في العراق ونراه في سوريا ونراه في لبنان ونراه في كل الدول العربية والإسلامية غزة اليوم تدافع لا تدافع عن نفسها فقط بل تدافع عن كل العالم العربي والإسلامي وتسد المسد فوجب على هذا العالم العربي والإسلامي أن يساندها وأن يقف معها وأن لا يخذلها فإذا خذلها اليوم فإنه يخذل نفسه وأسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكينة لهم وللإسلامي وللمسلمي أيها الكرام كلامنا سيكون في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سأتكلم في عدة محاور من هذه المحاور التي سأتحدث فيها سأتحدث عن طول كلام القرآن عن الشخصية اليهودية الكلام عن الشخصية اليهودية في القرآن الكريم ليس كلاما عابرا أخذ مساحة كبيرة في القرآن سأتحدث عن هذا الطول وأسباب هذا الطول أسباب الحديث عن بني إسرائيل وعن الشخصية اليهودية في القرآن أهم معالب الشخصية اليهودية في القرآن الكريم كيف صورها القرآن الكريم ونحاول أن نربط ذلك بالواقع ثم خارطة طريق كيفية النجاة من سطوة هؤلاء اليهود في هذا العالم وفي هذا الوقت ثم سأتحدث في الختام عن صفات أهل التحرير كما وصفهم القرآن الكريم فعلى بركة الله نبدأ وبه نستعين حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل أخذ مساحة طويلة أليس كذلك؟ كم تقدرون مساحة الحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم وعن الشخصية اليهودية يعني بعضهم قال الثلث وبعضهم جاوز ذلك إلى النصف وبعضهم جاوز النصف في القضايا التي تتعلق ببني إسرائيل وما يحتف الحديث عن بني إسرائيل القضايا المرافقة للموضوع اللي بيتعلق فيهم اللي بيشاهد واللي بيقرأ في القرآن الكريم يجد أنه المساحة كبيرة ولذلك هذا السؤال المطروح لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم الموجه للأمة المسلمة اليوم كل هذا الكلام وهذه الآيات القرآنية حوله بني إسرائيل والقرآن في بداية توجهه وإن كان الأمر عالميا إلا أنه كان متوجها في البداية إلى العرب هل يسكى ذلك؟ لماذا كل هذا الضخ حتى لو لم يكن موجها للعرب هو موجه للمسلمين؟ فلماذا كثرة الحديث عن بني إسرائيل؟ إذن المسألة تحتاج إلى الحقيقة تقدح في الذهن تساؤل إذن لابد من الإجابة على هذا السؤال ووجدت الإجابة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قلت لكم أن الصراع مع اليهود صراع طويل هو الأطول تاريخيا ابتدأ مع لحظة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يعلمون أنه رسول الله نحن عارفين أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نؤمن بك من هنا بدأت المسألة مسألة الكبر كيف يبعث رسول في آخر الزمان يحمل رسالة عالمية ثابتة باقية إلا أن هذه الرسالة لم تبعث في بني إسرائيل وهم الذين جاءوا من أطراف الشام جاءوا من أطراف الشام القبائل اليهودية التي كانت تعيش في المدينة المنورة وجاءت فعاشت مع الأوس والخزرج جاءت من أطراف الشام لماذا؟ جاءت تصدق النبوءة التي كانت موجودة عندهم في التوراة أن نبي آخر الزمان سيبعث في منطقة مواصفاتها يفرب فهم جاءوا من أجل أن يبعث النبي منهم يعني هذه صفات المدينة حققناها واعتادوا أن يأتي النبي من بني إسرائيل فإحنا بننتظر أن يظهر منا حتى أنهم كانوا يسومون العرب الأوس والخزرج سؤال العذاب وكانوا يشيرون إليهم كل ما مروا من نادي من نوادي الأوس والخزرج يشيرون إليهم بالذبح أتيناكم بالذبح إذ إنهم ينتظرون أن يأتي هذا النبي منهم ثم يقومون بالخلاص من العرب والسيطرة شيئا فشيئا هكذا هي شخصية اليهودية شخصية المسيطرة ولها معالم كانت ظهرت في المدينة ولذلك يرى العلماء وكما ذكرت سورة الإسراء كمان شوي نأتي عليها سورة الإسراء ذكرت لبني إسرائيل كم إفسادة؟ إفسادتين الإفسادة الأولى العلو الأول والعلو الثاني ذكرت أن أغلب المفسرين المعاصرين اليوم على أن الإفسادة الأولى متى كانت؟ الإفسادة الأولى كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإفسادة الثانية لبني إسرائيل والعلو الثاني لبني إسرائيل ما نعيشه اليوم والإسرائيل أيضا أن يسأل كيف تقارن ما بين إفسادة اليهود في المدينة المنورة وهي ثلاثة قبائل عربية بسيطة أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم خلال سنوات بسيطة مع إفسادة اليهود اليوم التي نشهدها في العالم كله المسألة هنا مسألة ماذا؟ مسألة نسبية الإفسادات المقارنة ما بين هاتين الإفسادتين مسألة نسبية ماذا نقصد بالنسبية؟ يعني تخيلوا بالله عليكم لو أن إفساد اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نجح إلى ماذا كان سيؤدي؟ كان سيؤدي إلى انتهاء الإسلام في مهده في ظهوره فالإفساد الأول كان إفسادا عظيما لو نجح لكن الله سبحانه وتعالى أرسل عباد الله الذين أخرجوا بني إسرائيل من المدينة المنورة وأنه علوهم وسيرسل الله سبحانه وتعالى عباده ليتبروا ما على بن إسرائيل تتبيرا وينهو هذا العلو الثاني بإذن الله تعالى إذن هذا الإفساد الذي بدأ متى في المدينة المنورة؟ إلى متى سينتهي؟ انظروا إلى هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا يهود أو اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل في رواية بتقول حتى يقول أنتم شرقية النهر وهم غربية وهذه الزيادة ضعيفة أنا أحب أن أنبه إليها دائما هذه الزيادة ضعيفة لكن الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا يهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل إذن هذا الامتداد الكبير والفضيع للمعركة ما بيننا وبين اليهود من أول لحظات الإسلام إلى مختتم العالم هذا الصراع هل من المعقول أيها الكرام أن يتركنا الله سبحانه وتعالى فيه من غير أن يعطينا تفاصيل هذه المعركة العتب كل العتب على من على المسلمين الذين قصروا في قراءة كتابهم بالطريقة التي لا بد أن يقرأوه بها يا جماعة إحنا مقصرين نحن لم نقرأ القرآن الكريم بالطريقة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نقرأها به ولذلك اليوم خلينا نشوف هالمحاولة هذه ونرى معالم الشخصية اليهودية في القرآن الكريم خلينا نشوف بالله منشأ الشخصية اليهودية ومختتم الشخصية اليهودية وأبرز معالمها لو أردت أن أبحث عن منشأ الشخصية اليهودية في القرآن الكريم أين أبحث؟ بني إسرائيل ينتسبون إلى من من الأنبياء؟ إلى يعقوب إلى يعقوب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه والمقصود هنا من؟ يعقوب عليه السلام إذن منشأ بني إسرائيل بداية تكون الشخصية شخصية بني إسرائيل في القرآن الكريم بداية ملامح هذه الشخصية ظهر في سورة يوسف ولذلك إذا أردنا أن نفهمها في مطلعها لابد من قراءة سورة يوسف بقراءة متمحصة انظروا إلى مسألة الحسد التي ظهرت في حسدهم لمن؟ ليوسف عليه السلام واتهموا أباهم بأنه يحب يوسف أكثر من حبه لهم مع أن هذا الكلام من كان أبا يعلم بأنه ما في أحد من الآباء يبغض أحد أبنائه أليس كذلك؟ وكلهم عنده ذا حظوى ومكانة إلا أنهم خيلت لهم أنفسهم هذه الأنفس التي تنظر وتحب أن تكون صاحبة كل شيء وأن تملك كل شيء لذلك مباشرة بدأوا يكيدون ليوسف وسوغوا تلك المكيدة بماذا؟ بأن أباهم وصفوا أباهم يعقوب بماذا؟ في القرآن في قصة يوسف قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين بالله عليكم في واحد مننا يستطيع أن يصف أباه بأنه في ضلال الإنسان لا يستطيع أن يصف أباه وإن كان آباؤنا آباء عاديون وأشخاص عاديون الإنسان لا يستطيع أن يتحدث عن من كان سببا في وجوده في هذه الدنيا أنه في ضلال فكيف لو كان أبي نبي؟ أينسبوا الضلال إلى نبي؟ أبناء يعقوب نسبوا الضلال إلى أبيهم قالوا إن أبانا لفي ضلال طب ما الطريقة التي نحظى فيها بقلب أبينا؟ أن نتخلص من الطرف الآخر المسألة كانت لديهم في البداية مسألة ماذا؟ وجودية قم بإزاحة الآخر يصفوا لك الجو يعني المسألة تقوم على ماذا؟ لابد من إزاحة يوسف يخلو لكم وجه أبيكم بعد منزيح يوسف القصة ستصير أي بالنسبة لك ما في غيرك في وجه أبيك فسيقوم أباك بمحبتك حبا شديدا وهذه الطريقة طريقة فاشلة في الحب أليس كذلك؟ إذن شوفوا يا جماعة طريقة الحظوة بقلب أبيهم كيف كانت التخلص من الآخر يا جماعة ألا ترون أن هذه العقلية وإن كنا نؤمن إيمانا حقيقيا أن الذين يعيشون اليوم معنا والذين يسومون ونسومهم سوء العذاب بإذن الله تعالى أنهم ليسوا أحفادا لهؤلاء بل هم لمم من كل العالم إلا أنهم تشربوا الفكرة فكرة الاستحواذ فكرة أننا نحن الذين يجب أن نبقى وغيرنا لابد أن يفنى ولابد أن ننهي الطرف الآخر في بداية الحرب شو كانت الفكرة الموجودة لديهم؟ لابد من إنهاء غزة تماما وللحقيقة ما كذبوا خبر ما حصل في غزة اليوم كان حرب إبادة حرب إنهاء للآخر حتى يبقى هو فقط ولا أحد معه على هذه الأرض بنفس العقلية بنفس الطريقة التي اشتغلوا فيها وعملوا فيها على إزالة يوسف من أمامهم المسوّغ لديهم وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني خلينا منرتكب جريمة ثم بعد ذلك يصلح أمرنا هذا مسوّغ مرفوض هذا مسوّغ مرفوض انظر إلى الخيارات التي كانت مطروحة لديهم في الخلاص من يوسف ما هي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يعني يا بتقتلوا مباشرة يا إيه اطرحوه أرضا يعني ألقوه فيه فلا حتى يموت لوحده يا جماعة حتى طريقة القتل ليست طريقة محترمة في الخلاص من أخيهم نتكلم عن أخ الطريقة في الخلاص ليست طريقة محترمة يعني أنا أظن أنه في الحالة في حالة يوسف عليه السلام أفضل طريقة كانت لقتل يوسف أن يقتلوه مباشرة اذبحوا اقتلوا اضربوا بحجر يقتله مباشرة لكن الخيارات الأخرى كانت صعبة حالة التجويع والتعطيش والقتل البطيء هي التي كانت تسود على حالة يوسف عليه السلام ألقي في فلا يأكله ذئب تأكله السباع الصالح منهم ما الذي اقترحه بعد ذلك شو الاختراح اللي اقترح الأخ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب هل غيابة الجب خيار ألطف من الإلقاء في الأرض الفلا أو القتل لا هو قتل بطيء أيضا لعله يموت من شدة البرد ويموت بعد ذلك قتل بطيء وهذا ما يحدث على أرض الواقع اليوم الذين لم يقتلوا في غزة من جراء القصف اليوم يموتون من جراء ماذا الجوع والعطش اليوم في غزة في شمال غزة حالة تجويع واضحة ممنهجة إذن يا جماعة هذه منشأ الشخصية اليهودية بني إسرائيل ثم تتالت بعد ذلك تغير تلك الصفات وازدياد تلك الصفات وتركيز تلك الصفات شيئا فشيئا وكل ما جاء نبي واللي بيستعرض القرآن يا جماعة وقد كتبت بحثا لم أنشره بعد حول الأنبياء الذين عاشوا في بيت المقدس وكانت لهم صلة ببيت المقدس فوجدت أن الأنبياء الذين كانت لهم صلة ببني إسرائيل أمرهم غريب مع بني إسرائيل بني إسرائيل لم يستووا على حال يعني كلما ارتفعت إيمانياتهم مع نبينا الأنبياء وقرروا أن يبقوا على التوحيد وأن يجاهدوا مع ذلك النبي لم تستمر الحالة فترة طويلة يمشوا شوي بعد ذلك تنتكس هذه الشخصية من جديد فيرجع إما إلى عبادة الأصنام أو إلى ترك الجهاد والكلام في هذا طويل يعني فيه شواهد قد آتي على بعضها بعد قليل إذن انظروا هذه هي شخصية الشخصية في من شئها طب خلينا نروح إلى ختام بني إسرائيل هذه الشخصية كيف ستختم وكيف ستنتهي وكيف سينتهي علوها إذا أردت أن أعلم عن ذلك أين أذهب في القرآن الكريم ما السورة التي تحدثت عن ختام بني إسرائيل سورة الإسراء سورة بني إسرائيل سورة بني إسرائيل تكلمت عن علوات بني إسرائيل وذكرت أيضا سنة من سنة الله تعالى في التعامل مع بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى ذكر الإفساد الأول وذكر أيضا ماذا الإفساد الثاني وقال فإذا جاء وعد أولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا في الإفساد الثاني قال ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا معلو تتبير الإفساد الأول كيف سينتهي والإفساد الثاني ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ماذا ذكر سنة من سنة الله تعالى ما هي السنة وإن عدتم عدنا ثم أشار الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الإسراء عندما قال وقلنا من بعده من بعد موسى لبني إسرائيل سكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا يعني إذا جاء وعد الآخرة آخر شيء لبني إسرائيل مختتم بني إسرائيل جئنا بكم إيه لفيفا لعلهم يعني اليوم يأتون من كل أقطار العالم يأتون من روسيا ويأتون من أمريكا ويأتون من الشرق والغرب ليجتمعوا في هذه الأرض لنتبر ما علوا تتبيرا وينتهي علو بني إسرائيل وتنتهي قصتهم لعلها ولعلها تكون جولة من هذه الجولة والله تعالى أعلم إذن إحنا ما بين سورة يوسف في المنشأ وسورة الإسراء في المختتم ما بين سورة يوسف وسورة الإسراء ثمت ثمت جولات وثمت آيات وسور تحدثت عن بني إسرائيل وسأتي على شيء على شيء منها أنا أخذت مجموعة من الصفات وجدت من أهم الصفات هل هناك صفات أخرى؟ آه موجود لكن أنا وجدت أن هذه الصفات من أهم الصفات التي من الممكن أن تعطينا إشارة في الطريق أول أو من هذه الإشارات حرص اليهود على الحياة الله سبحانه وتعالى عبر عن ذلك في القرآن الكريم في سورة البقرة بماذا؟ ولتجدنهم أحرص الناس على على الحياة صح؟ على الحياة أو لا على الحياة؟ على الحياة نعم وللحقيقة في طريقة التعامل مع هذا العدو لا بد أن يفهم المقاتل أن الحياة بالنسبة لبني إسرائيل وبالنسبة لليهود نقطة قوة أم ضعف؟ ضعف اليهود يعشقون الحياة المكث في هذه الدنيا ويخافون خوفا شديدا من الموت هذه نقطة ضعفهم ونقطة ماذا؟ قوتنا لمن آمن حقيقة الإيمان بالله تعالى؟ يا جماعة إحنا أمام لحظة تاريخية في فهم الحياة والموت انظروا إلى أهل غزة اليوم يتلقون خبر الموت بماذا؟ برحابة صدر يقبلون على الموت كما تقبل شعوب العالم اليوم على الحياة لماذا؟ لأنهم فهموا أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء وأن الجزاء يكون في الآخرة وهذا الفهم الحقيقي الصالح للحياة الدنيا يعني مفهوم الدنيا والآخرة نبني على أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة هي دار الجزاء الذي يتعامل مع الدنيا على أنها دار جزاءات خسران في كل الأحوال والذي يتعامل مع هذه الدنيا على أنها دار ابتلاء وأن ما يصيب في هذه الدنيا من نعيم يفهم في سياق الابتلاء وأن ما يصيب من مصيبة يفهم أيضا في سياق الابتلاء هو الوحيد اللي فاهم هذه الحياة حقيقة الفان الوصف القرآني لهم ولتجدنهم أحرص الناس على على حياة لو قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة يا جماعة اختلف المنظور تماما إذ إننا لو عرفنا الحياة إلى ماذا ينطلق ذهن الواحد مننا لا سينطلق ذهن الواحد مننا إلى الحياة الكريمة يعني أن تعيش في بيت مرفاه وحياة كريمة آمنة مطمئنة حالة رغد من العيش هاي تقدر تسميها الحياة لكن عندما قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة في وصف اليهود إذن ماذا يقصد أي أنهم حريصون على أن يبقوا على قيد الحياة ولذلك يا جماعة التدريب الذي يتدربه اليهود بكافة أطيافهم التدريب العسكري الأصل اللي بيتلقى هذا النوع من أنواع التدريب يجابه الدنيا كلها إلا أن الغريب في يوم مثلا 7 أكتوبر أين وجدنا الجندي اليهودي والضابط اليهودي يجلس تحت المكتب أليس كذلك؟ رأيتم الصور أم لم تروها؟ كانوا يجلسون تحت المكاتب وبعضهم تحت الكراسي أنت جندي مدرب مدجج بالسلاح عندك كل الأدوات الاستخباراتية والعسكرية ثم نجدك تحت كرسي لا تقوى ما الذي يبرر ذلك؟ شدة الحرص على الحياة ولذلك لو طفت القرآن كله في النظر إلى الشخصية اليهودية الشخصية اليهودية تكره الجهاد في سبيل الله تكره الجهاد في سبيل الله أضرب لكم مثالا سريعا بسيطا قتالهم مع موسى عليه السلام تذكروا؟ وأنا كنت وضعتها في شيء من هذا جهادهم مع موسى عليه السلام لما طلب منهم أن يدخل الأرض المقدسة الله سبحانه وتعالى أعطاهم دلالة أنه سينصرهم إذ إنه قد أهلك لهم فرعون بني إسرائيل لم يكونوا يتصوروا ذلك حتى في أحلامهم أن يخلصوا وأن يتخلصوا من سطوة فرعون الله سبحانه وتعالى خلصهم من سطوة فرعون اتفضلوا الآن نحن على مشارف الأرض المقدسة قاتلوا العرب الوثنيون هناك ثم انطلقوا خذوا الأرض المقدسة قد وعدكم الله تعالى بها ماذا صنعوا قاتلوا لا مش بس لم يقاتلوا بل كفروا وكان هذا مدعاء أن يتركهم موسى وهارون في مرحاة التيه ماذا قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد إذن هذه الشخصية في إيه في حبها لماذا للحياة هذا ما ذكره القرآن وهذا ما نعيشه اليوم هذا ما نعيشه اليوم على أرض فلسطين المراء وكثرة الجدال من أهم صفاتهم هل هذا واضح في القرآن الكريم؟ نعم واضح أين تجدون كثرة مرائهم وجدالهم؟ قصة البقرة الله سبحانه وتعالى عن طريق موسى طلب منهم أن يذبحوا بقرة شو مواصفات البقرة التي طلبها الله سبحانه وتعالى؟ أي بقرة؟ امسك أي بقرة جيبها واذبحها وخلص انتهى الموضوع كم مرة راجعوا فيها موسى؟ ثلاث مرات كلما أعطاهم صفة سألوا عن صفة أخرى كلما أعطاهم صفة سألوا عن صفة أخرى ثم لما ضيق الله تعالى عليهم ماذا؟ ختموا المقالة قالوا الآن جئت بالحق مش عرفك أنك الآن جئت بالحق صح؟ يعني كلما شدد الله عليكم كان هذا هو الحق ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم نهاهم عن كثرة السؤال نهانا عن كثرة القيل والقال وكثرة السؤال أليس كذلك؟ حتى لا يضيق الله علينا وكان الصحابة لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن حاجة يعني إذا وصل الأمر إلى حاجة سألوه وإلا فلا مخافة أن يضيق عليهم إذن قصة البقرة تلمحنا أو تعطينا مسألة الجدال والمراء جماعة كل مفاوضات اليهود اليوم مجادلة إلا من متى بنتكلم في وقف إطلاق النار بلاش وقف إطلاق النار حكي الآن حالة حرب كل المفاوضات التي عقدت مع هذا الكيان من كامب ديفيد إلى الآن ماذا حصل العرب والمسلمون من تلك المفاوضات والله لا شيء لا شيء الكاسب الوحيد من وراء تلك المفاوضات من؟ هم وكل من فاوضهم كان خاسرا وانظروا إلى تلاعبهم بالكلمات للعرب الحق في أراض بيش في الأراضي شوفوا يا جماعة وكان هذا مخرج لهم في مسألة الاستيطان وغيرها في الضفة الغربية قالوا للعربي الحق في أراضي لو قالوا الأراضي المحتلة كان لابد أن يخرجوا من تلك الأراضي جميعها من كل الضفة بهم يخرجوا لكن عندما قالوا للعرب الحق في أراضي محتلة يعني لو أعطتك شبر بكفيك خلص أنا أديت المطلوب مني ولذلك انسحبوا بعض الانسحابات وانتهى الأمر على ذلك حالة مراء وجدال يا جماعة والله العظيم أننا نتحدث في الواقع عن شخصية وصفها القرآن الكريم بأدق التفاصيل بأدق التفاصيل ينحون تجاه المادية اليوم اليهود بماذا يسودون في العالم؟ بالمادة والاقتصاد أليس كذلك؟ اليوم اليهود يسيطرون على العالم الاقتصادي وكل ما يحدث في العالم يجير لمصالح الاقتصادية بل إن من شأ دولة بني إسرائيل أو دولة إسرائيل اليوم في فلسطين ما هو من شأها؟ من شأ اقتصادي وعد بيلفور لماذا أعطت بريطانيا العظمى روتشيلد وعائلة روتشيلد وعد بيلفور؟ ما السبب في ذلك؟ تعرفوا الصفقة على ماذا تمت؟ تمت أن تسدد ديون بريطانيا من قبل عائلة واحدة هذه العائلة بتسكر ديون بريطانيا عائلة تدائن دولة أعظم دولة في العالم تسدد الديون بمقابل أن تعطونا حقا في هذه الدولة سد الديون خذ الدولة صار كيانا له دولة هذه الفكرة في من شأها ارجع للقرآن الكريم الشخصية اليهودية في القرآن الكريم تنحى تجاه كل شيء ملموس ومادي ذلك أين ظهر؟ قصة موسى عليه السلام عندما خرج عندما خرجوا من ربقة حكم فرعون أول ما خرجوا وجدوا قوما في سورة الأعراف وجدوا قوما يعبدون أصناما أو آلهة فقالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة بدنا إله نشوفه نمسكه نلاحظه ألم ترى أثر الله في نجاتك من فرعون؟ تكفر بالله الذي أنجاك وتلحق بشيء ملموس؟ إله لا يسمن ولا يغني من جوع؟ نهاهم موسى عن ذلك وَلَمَّا ذَهَبَ مُوسَى لِلِقَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ماذا صنع بني إسرائيل؟ شو عمل السامري؟ عجلاً جسداً له خوار شيء مادي بدهم إش ملموس هذه ماديتهم ينحون تجاه الملموس كل عقيدتهم تقوم على ماذا؟ على الملموس أضرب لكم مثالاً من آخر بني إسرائيل اليوم بني إسرائيل بيتكلموا أو اليهود والإسرائيليين اليوم بيتكلموا عن هيكل سليمان مش بيقولوا بنا نهد المسجد الأقصى ونبني هيكل سليمان ما هو هيكل سليمان؟ شو هيكل سليمان؟ بالنسبة إليهم عبارة عن بناء إذا بدي أشبه بشيء قائم الآن تعرفوا إيش بشبه؟ مطبخ مطبخ صالح مطبخ في مكان الصخرة تذبح فيه القرابين ثم تقدم تلك القرابين للإله يهوى إله اليهود اسمه يهوى مع الأحبار أو الرهبان اللي هم بيقوموا على مسألة العبادة اللي بيكونوا موجودين في الزاوية الشرقية من من المسجد الأقصى اليوم إذن حتى العبادة اللي بيتكلموا عنها عبادة شو ما لها؟ كلها ملموسة ومادية كلها قضايا مادية إذن العقلية لم لم تتغير البحث عن السلامة ذكرته حتى أتجاوز ثم الجبن بدي أدمج تنتين كمان حتى أنتقل لقضية ثانية ولا أخركم الجبن وعدم القتال إلا في الحصون أين موجود؟ في أي سورة؟ في الحشر وخرابهم لبيوتهم بأيديهم إن شاء الله تعالى وأيدينا بإذن الله في أي سورة كمان؟ في سورة الحشر مبتدأ سورة الحشر وفي منتصف سورة الحشر الحادث حصلت أين؟ أشار القرآن الكريم إلى حادث حصلت في تاريخنا الإسلامي في المدينة المنورة مع بني النظير مع بني النظير يا جماعة بني النظير أيقنوا أنهم خارجون من المدينة خارجون طالعين طالعين ما الحل؟ بما أننا نحن طالعين وهذه الأرض سيرثها محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة محمد ما الحل معها؟ شو نعمل؟ قاموا بماذا؟ بتحريق البيوت وتهديمها وتقطيع النخل والخراب ثم الخروج من الديار انسحبوا خلص قالوا ما نحن طالعين طالعين انسحبوا وقبل انسحابهم ماذا صنعوا؟ قاموا بتهديم البيوت وتخريب النخيل وتدمير المكان لماذا؟ حتى ما يستفيد منه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابهم هذه العقلية ثابتة يا جماعة أضلوا لكم أنثرة واقعية في عام 2005 ومن لا يذكر أذكره بذلك قبل 2005 كانت غزة محتلة حالها بحال الضفة وكانت المستوطنات في منتصف غزة وكانت الجبات الصهيونية تسير في الشوارع إلا أن حالة الاكتظاظ الكبيرة من السكان كانت تساعد الغزيين على ماذا؟ على قتل اليهود والاستفراد بهم يعني كانوا يعملوا عمليات طعن عمليات طخ اختطاف حتى عبر عن ذلك إذا بتسمعوا باسم رابين وتعرفون رابين ذلك الهالك حتى أنه قال يوما من الأيام أتمنى أن أصحوا يوما فأجد غزة قد غرقت في البحر على اليوم اللي أصحى الصبح يقولي ما في غزة خلص انتهت هذا رابين اللي أجب عد رابين مين كان؟ شارون شارون على شدته ما استطاع أن يبقى في غزة فاتخذوا قرار في عام 2005 أن ينسحبوا من غزة وأن يسلموها وكان لعل هذا القرار كان أسوأ قرار في تاريخ الكيان الصهيوني لأنهم بعد هذا القرار سام أهل غزة اليهود سوء العذاب في كل جولة من جولات الحرب ما بين غزة وهذا الكيان تخرج غزة أقوى من منذ قبل أين الشاهد في الأمر؟ أنه عندما قرر اليهود أن يخرجوا من غزة في الـ 2005 شو عملوا؟ قاموا بتهديم المستوطنات التي كانوا يعيشون فيها وتخريبها ليه؟ حتى لا يستفيد أهل غزة من تلك البيت بالله عليكم ألا ترون العقلية ذاتها؟ اليهود أعداء للأرض حياتهم الإفساد في الأرض أضرب لكم مثالا واقعيا اليوم الضفة في كل ليلة من الليالي وأظن الآن مشتعلة في طول كرم أو في جنين أو في نابلس أو في غيرها من المدن في كل يوم هناك اقتحامات لفتني قبل فترة بسيطة قبل شهر شهر ونص مشهد انسحاب القوات الصهيونية من جنين كانوا طلعين خلصت العملية قتلوا من قتلوا واعتقلوا من اعتقلوا وأرادوا أن يخرجوا عادي خلصت المهمة امروح اللافت في الأمر ما هو كان في أثناء خروجهم وانسحاب الجرافات جاءت الجرافة على شجرة كبيرة وقامت بتجريفها وإزالتها واقتلاعها ورموها في الشارع وانسحبوا على ماذا يدل ذلك؟ حالة الإفساد في الأرض الجبن وعدم القتال إلا في الحصون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أليس كذلك؟ وانظروا إلى التسمية التي سموا هذا السور به اسمه اليوم ماذا؟ الجدار العازل نفس التسمية القرآنية أو من وراء جدر الجدار العازل إذن يا جماعة هذه جملة من صفاتهم خريطة الطريق بشكل سريع هذه الآية أنا بالنسبة إلي تشكل شيء كبير جدا في القرآن لابد أن يفقهه كل واحد مننا الله سبحانه وتعالى عندما وصف بني إسرائيل قال انتبهوا إليهم قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى أعطى في هذه الآية نقاط قوة وضعف لبني إسرائيل عشان نفهمهم ونعرف كيف نتعامل معهم ونعرف كيفية الانتهاء من هذا العدو الله سبحانه وتعالى قال ضربت عليهم الذلة بعد كل الأحداث التي حصلت مع بني إسرائيل والفرص التي أعطاها الله تعالى لبني إسرائيل إلا أنهم ماذا كفروا وقتلوا أنبياء واعتدوا خلص فضرب الله تعالى عليهم الذلة سؤال الذلة نقطة قوة أم نقطة ضعف ما رأيكم ضعف واضح ضعف يعني الوضع الطبيعي لليهود أن يكونوا أذلاء سؤال اليهود اليوم أذلاء أم في حالة عزة في العالم لا والله في حالة عزة اليوم في حالة سيادة للعالم اليوم نكمل الآية إذن ضربت عليهم الذلة الله تعالى بيقولنا أنه ضرب عليهم الذلة لكن هم بيعيشوا حالة سيادة اليوم طيب بماذا يسودون اليوم نكمل الآية قال أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إذن اليهود لا يسودون في العالم إلا بحبل الناس أو بحبل الله إما أن يؤيدهم الله تعالى من عنده أو أن يؤيدهم الناس طيب حبل الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل مقطوعا باقي ما رأيكم مقطوع بالآية انظروا قال تعالى وباءوا بغضب من الله هل يعقل أن يغضب الله تعالى عليهم ثم يمدهم بحبله لا لا يمكن طب ليه غضب عليهم الله سبحانه وتعالى في الآية ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كل هذه المبررات تدل على أن الله سبحانه وتعالى غضب عليهم وضرب عليهم الذلة وقطع حبله عنهم طيب اليهود اليوم يسودون طب بماذا يسودون صارت واضحة بحبل الناس الناس اليوم يتحلقون حول هذا العدو فيرفعونه بالله عليكم أنا بس بدي حد يفهمني ليش ألمانيا اليوم وقف مع إسرائيل طب ليش دولها العالم ورؤساءها العالم كلهم وقفين مع مع اليهود اليوم شو السبب شوفوا يا جماعة مصالح كلها مصالح قال إيه فهم يسودون بماذا بحبل الناس الناس تلتف حول اليهود اليوم فيرفعونهم في العالم نكمل قال وضربت عليهم المسكنة المسكنة نقطة قوة ولا ضعف شو رأيكم قول ضعف المسكنة نقطة قوة في الشخصية اليهودية بتسمعوا بالمثل العام اللي بيقول اتمسكن لحتى تمكن يعني هو بيستعمل الشخصية اليهودية بتستعمل المسكنة حتى تصل إلى مأربها وهذا واضح كثير في الشخصية اليهودية تسويق اليهود اليوم في العالم كيف يحلقون الناس حولهم بالمسكنة صحولة لا أيوة مسألة المحرقة اليوم كل مواهد يلف وجهه يقولون له احنا المحرقة كانت في كذا والهتلر عملنا واحنا عانينا في كشعوب وأخذوا من ألمانيا مبالغ هائلة لذلك حتى ألمانيا يعني بالعامية من شان الله حلوا عننا حلوا عننا يا جماعة عشان يحلوا عنهم وقفوا معهم في هذه الحرب مع أن ألمانيا لا ناقى لها ولا جمل ولذلك كانت التصريحات قبل شهر زمان من من أحد ساسة العدو الصهيوني قال ألمانيا وقفت معنا هذا كان كفيل أن ألمانيا تنبسط أنه لأول مرة تمدح ألمانيا من قبل مين من قبل هذا العدو الصهيوني إذن شوفوا حالة المسكنة هي الحالة التي يعيشها العدو الصهيوني اليهود بحاولوا يستعملوا الإعلام عشان يتمسكنوا أمام العالم وكل مرة بينجحوا لأول مرة الآلة الإعلامية الصهيونية تفشل أمام العالم المرة هذه فقط طيب ضربت عليهم المسكنة إذن فهمنا شو اللي بخلي حبل الناس موصول مع اليهود شو هو المسكنة كيف ننهي هذه الحالة إذن بدي أعيد اليهود إلى حالة الظلة ماذا أصنع لابد من قطع حبل الناس عنهم حبل الله مقطوع وأقطعوا حبل الناس بيرجعوا لأي حالة إلى حالة الظلة ما الطريقة يا رب لنقطع عنهم حبل الناس ارجعوا إلى سورة الإسراء شو قال الله تعالى في سورة الإسراء في الإفساد الثاني قال ليسوء وجوهكم شو يعني ليسوء وجوهكم ليظهروا الوجه السيء الحقيقي لبني إسرائيل فإذا ظهر الوجه الحقيقي لبني إسرائيل وهو وجه سيء ماذا سيحصل سينفضي الناس عن بني إسرائيل وسيقطع حبل الناس عنهم يرجعون إلى حالة الظلة تتبروا ما علوا تتبير هذا ملخص الموضوع من منظور قرآني إذن الله سبحانه وتعالى أعطاني الصفات نقاط القوة ونقاط الضعف وأعطاني ماذا وأعطاني طريقة الخلاص من هذا العدو والتغلب عليه إلا أن الأمة اليوم هي من تنكبت الطريق ولم تقرأ قرآنها بالمنظور الحقيقي واختم بذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى أهل التحرير وقال أنهم يحملون ثلاث صفات أما الصفة الأولى في سورة الإسراء أيضا عبادا لنا اثنين أولي بأس شديد ثلاثة يحبون المسجد الأقصى المبارك حد العشق الغريب وقد جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المفاضلة ما بين المسجد النبوي والمسجد الأقصى فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث عن المسجد الأقصى قال وليشكن أي سيأتي زمان قريب ولا يشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا أي أنه سيظهر جيل في هذه الأمة يعشق المسجد الأقصى عشقا شديدا إلى أي حد يعشقه إلى الحد الذي لو خير الواحد منهم بين قطعة أرض هي بمقدار شطن الفرس قطعة أرض كم مساحتها يعني شطن الفرس الحبل الذي يربط فيه الفرس يعني تقريبا بمقدار هذا المكتب الذي نجلس عليه أو الدنيا وما فيها بعقاراتها وذهبها وفضتها وأموالها وسياراتها وكل اللي فيها هذا الجيل لن يتأخر في اختيار هذه القطعة من الأرض التي هي بمقدار شطن الفرس على الدنيا وما فيها لماذا لماذا يختار هذه القطعة ويستبدلها بالدنيا وما فيها حيث يرى منه بيت المقدس لأنها تطل على بيت المقدس هذا الجيل الذي يستبدل الدنيا وما فيها بقطعة أرض بهذه المواصفات لأنها تطل على المسجد الأقصى لو طلب المسجد الأقصى منه أن يبذل ما له يبذل قولا واحدا يبذل لو طلبت نفسه بذلها ولذلك المعول عليه في الخلاص اليوم من ربقة هذا العدو وسلطانه علينا وتغيير هذا الواقع أن نربي جيلا من عباد الله قوي يعشق المسجد الأقصى عشقا شديدا فإذا جاء ذلك الجيل فاعلموا أننا بتنا من التحرير قاب قوسين بل أدنى من ذلك بإذن الله تعالى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المجمع المبارك الكريم أن يجمعنا في ساحة المسجد الأقصى المبارك في يوم التحرير ونحن نسجد السجود الجميل سجود الشكر على نعمة النصر إن شاء الله تعالى سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور نذير الصالحي على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول لكم سادة الحضور وعلى أمل أن نلقاكم في مجالس قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة